اشتركوا في القناة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة سكاتك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار ثلاثة جيجا وات من طاقة الرياح وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة وقد أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية حيث يحظى قطع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس من جانبه أعرب رئيس شركة سكاتكا عن تشرفه باللقاء السيد الرئيس مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة لسيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ شهر نوفمبر القادم بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتج الطاقة المتجددة في العالم بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أندروف فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق المولا وزير البترول والثروة المعدنية إلى جانب السيد معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركة لاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بما فيها مشروع إنتاج الطاقة كهربائية بمقدار تسعة واثنين من عشر جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء وقد وجه السيد الرئيس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسرع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال وذلك في ظل الاهتمام الذي تليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصدر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من جانبه أعرب رئيس شركة FFI الأسترالية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمناً القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطع الطاقة المتجددة في مصر التي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء ومؤكداً حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال إلى جانب الاستفادة من إنتاج الهايدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة